أثارت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامبو التي وقع عليها فور استلامه لسدة الحكم في البيت الأبيض غضبا داخليا وخارجيا واسعا واعتبرت تلك القرارات الأكثر عنصرية في تاريخ الولايات المتحدة وخصوصا القرار الذي يمنع دخول مواطني سبع دول إسلامية عربية إلى الولايات المتحدة وتشديد الإجراءات على المسلمين الموجودين داخل الأراضي الأمريكية أولى ردود الفعل تلك جاءت على لسان المواطنين الأمريكيين أنفسهم بعد خروجهم بمظاهرات عارمة في المطارات احتجاجا على منع دخول المسلمين في حين قامت عدد من الولايات الأمريكية بتحدي ترامب وأسمحت بدخول المسلمين الممنوعين من الدخول إليها واعتبرت ما يفعله ترامب غير قانوني كما دعت الأمم المتحدة الرئيس الأمريكي إلى الاستمرار في استقبال اللاجئين في بلاده والامتناع عن التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين ودع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الدول الأوروبية إلى تقديم رد حازم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المقابل أيضا وفي رد فعله على ما يجري في الولايات المتحدة قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن الكنديين سيرحبون بالفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب وبين هذا وذلك صرح ترامب أمس السبت أن الأمر التنفيذي الذي يقيد الهجرة إلى الولايات المتحدة ليس حظرا على المسلمين وإنه يعمل بشكل جيد وأصدر ترامب الجمعة الماضية أمرا تنفيذيا يقيد لأربعة أشهر السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة ويمنع مؤقتا المسافرين من سوريا وست دول أخرى يغلب المسلمون على سكانها من دخول الولايات المتحدة وقال ترامب إن الخطوة ستحمل أمريكيين من الإرهاب في وفاء سريع وقوي لتعهده خلال حملته الانتخابية